بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع دعا داع من المشركين على نفسه وقومه بعذاب إن كان هذا العذاب حاصلا وهو سخرية منه وهو واقع يوم القيامة للكافرين ليس له دافع للكافرين بالله ليس لهذا العذاب من يرده من الله ذي المعارج من الله ذي العلو والدرجات والفواضل والنعم تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تصعد إليه الملائكة وجبريل في تلك الدرجات في يوم القيامة وهو يوم طويل مقداره خمسون ألف سنة فاصبر صبرا جميلا فاصبر أيها الرسول صبرا لا جزع فيه ولا شكوى إنهم يرونه بعيدا إنهم يرون هذا العذاب بعيدا مستحيل الوقوع ونراه نحن قريبا واقعا لا محالة يوم تكون السماء كالمهل يوم تكون السماء مثل المذاب من النحاس والذهب وغيرهما وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال مثل الصوف في الخفة ولا يسأل حميم حميما ولا يسأل قريب قريبا عن حاله لأن كل واحد مشغول بنفسه يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه يشاهد كل إنسان قريبه لا يخفى عليه ومع ذلك لا يسأل أحد أحدا لهول الموقف يود من استحق النار أن يقدم أولاده للعذاب بدلا منه وصاحبته وأخيه ويفتدي بزوجته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ويفتدي بعشيرته الأقربين منه الذين يقفون معه في الشدائد ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه ويفتدي بمن في الأرض جميعا من الإنس والجن وغيرهما ثم يسلمه ذلك الافتداء وينقذه من عذاب النار كلا إنها لضاء ليس الأمر كما تمنى هذا المجرم إنها نار الآخرة تلتهب وتشتعل نزاعة للشوى تفصل جلدة الرأس فصلا شديدا من شدة حرها واشتعالها تدعو من أدبر وتولى تنادي من أعرض عن الحق وأبعد عنه ولم يؤمن به ولم يعمل وجمع فأوعا وجمع المال وضن بالإنفاق منه في سبيل الله إن الإنسان خلق هلوعا إن الإنسان خلق شديد الحرص إذا مسه الشر جزوعا إذا أصابه ضر من مرض أو فقر كان قليل الصبر وإذا مسه الخير منوعا وإذا أصابه ما يسر به من خطب وغنا كان كثير المنع لبذله في سبيل الله إلا المصلين إلا المصلين فهم سالمون من تلك الصفات الذميمة الذين هم على صلاتهم دائمون الذين هم على صلاتهم مواضبون لا ينشغلون عنها ويؤدونها في وقتها المحدد لها والذين في أموالهم حق معلوم والذين في أموالهم نصيب محدد مفروط للسائل والمحروم يدفعونه للذي يسألهم وللذي لا يسألهم ممن حرم الرزق لأي سبب كان والذين يصدقون بيوم الدين والذين يصدقون بيوم القيامة يوم يجازي الله كلا بما يستحقه والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم من عذاب ربهم خائفون مع ما قدموا من أعمالهم الصالحة إن عذاب ربهم غير مأمون إن عذاب ربهم مخوف لا يأمنه عاقل والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون بسترها وإبعادها عن الفواحش إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إلا من زوجاتهم أو ما ملكوا من الإماء فإنهم غير ملومين في التمتع بهن بالوطء فما دونه فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن طلب الاستمتاع بغير ما ذكر من الزوجات والإماء فأولئك هم المتجاوزون لحدود الله والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لما اتمنوا عليه من الأموال والأسرار وغيرهما ولعهودهم التي عهدوا عليها الناس حافظون لا يخونون أماناتهم ولا ينقضون عهودهم والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم قائمون بشهاداتهم على الوجه المطلوب لا تؤثر قرابة ولا عداوة فيها والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون بأدائها في وقتها وبطهارة وطمأنينة لا يشغلهم عنها شاغل أولئك في جنات مكرمون أولئك الموصوفون بتلك الصفات في جنات مكرمون بما يلقونه من النعيم المقيم والنظر إلى وجه الله الكريم فما للذين كفروا قبلك مهطعين فما الذي جر هؤلاء المشركين من قومك أيها الرسول حواليك مسرغين إلى التكذيب بك عن اليمين وعن الشمال عزين محيطون بك عن يمينك وشمالك جماعات جماعات أيطمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم أيأمل كل واحد منهم أن يدخله الله جنة النعيم يتنعم بما فيها من النعيم المقيم وهو باق على كفره كلا إنا خلقناهم مما يعلمون ليس الأمر كما تصوروا إنا خلقناهم مما يعرفونه فقد خلقناهم مما إن حقير فهم ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فكيف يتكبرون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون أقسم الله تعالى بنفسه وهو رب المشارق والمغارب للشمس والقمر وسائر الكواكب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين على تبديلهم بغيرهم ممن يطيع الله ونهلكهم لا نعجز عن ذلك ولسنا بمغلوبين متى أردنا إهلاكهم وتبديلهم بغيرهم فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فاتركهم أيها الرسول يخوضوا فيما هم فيه من الباطل والضلال ويلعبوا في حياتهم الدنيا إلى أن يلاقوا يوم القيامة الذي كانوا يوعدون به في القرآن يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون يوم يخرجون من القبور سراعا كأنهم إلى علم يتسابقون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ذليلة أبصارهم تغشاهم ذلة ذلك هو اليوم الذي كانوا يوعدون به في الدنيا وكانوا لا يبالون به ترجمة نانسي قنقر